اشتركوا في القناة إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج المتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسأتحدث يعني خلال هذه الحلقة إن شاء الله والتي تليها عن بعض يعني رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهم ثلاثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر ابن فهيرة وعبد الله ابن أريقط وهؤلاء الثلاثة يعني لابد أن نتحدث عن سيرتهم ليكون المتلقي المشاهد والسامع على بصيرة من حياة هؤلاء فكما هو معروف أن الحدث في السيرة النبوية لا يكتمل ولا يفهم إلا إذا فهمت الشخصيات التي لها تأثير فيه أول هذه الشخصيات أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة التيمي وهو من قريش وإذا نظرنا إلى يعني الخلفاء الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نجد أن أقربهم نسبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو علي ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر أبو بكر الصديق كان صديق للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ولما يعني نزل قول الله تبارك وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم إقرأ ثم جاء يا أيها المدثر قم فأنذر طبعا كان يعني توجه إلى الدائرة الأولى المحيطة به وهم أسرته وأصدقاء وكان من ضمنه أبو بكر الصديق فدعا أبو بكر الصديق إلى الإسلام فأسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دعوته شخصا إلا كانت له ردة فعل كبه إلا ما كان من أبو بكر الصديق رضي الله طبعا أبو بكر الصديق لقب بهذا اللقب بالصديق بعد الإسراء والمعراج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج في اليوم التالي جاء إلى قريش حول الكعبة وبدأ يحدثهم عن الإسراء والمعراج فذهب البعض إلى أبو بكر الصديق وقال تعالى أسمع ما يقول صاحبك قال ماذا قال قال يقول بأنه أسري به إلى بيت المقدس ونحن قال إن كان قد قال ذلك فهو صادق ولذلك فلقب أبو بكر بالصديق وأيضا لقبه العتيق وذلك لجماله ويلقب أيضا بصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق له مشاركة كبيرة في أحداث السيرة النبوية منها أن أبو بكر الصديق بعد إسلامه لم يكتفي بإسلامه وإنما بدأ يدعو الناس إلى الإسلام فأسلم بدعوته كبار الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه والزبير بن العوام وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس وبعض الشخصيات وهذه الشخصيات الكبيرة الفاعلة التي كان لها دور كبير في صدر الإسلام كلها أسلمت على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذن الدور الذي كان لأبي بكر الصديق في الفترة المكية هو الدعوة المستمرة وأسلم بدعوته كبار الصحابة الدور الثاني الذي قام به أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مكة قبل الهجرة هو أنه سخر ثروته يعني كان عندما جاء الإسلام كان لأبي بكر الصديق تقول بعض الروايات أنه عنده حوالي أربعين ألف دينار وربما يعني أربعين ألف دينار يعني ممكن تقابل الآن أربعة مليون درهم يعني هذه كانت هي ثروة أبو بكر الصديق عندما جاء الإسلام لأنه لماذا قلت أربعة مليون درهم لأنه الدنار في ذلك الوقت ممكن أن يشتري به الإنسان يعني ثلاثة من الإبل أو ربعة ولو قارننا بقيمة الإبل في ذلك الفترة وقارننا بقيمتها في الفترة الحالية نجد أن المبلغ تقريبا شبه متقارب هذه الثروة الكبيرة بدأ أبو بكر الصديق طبعا ينفقها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وركز على طبقة من الضعفاء هناك بعض الموالي أو العبيد أو الأرقاء في مكة أسلموا وكانوا يتعرضون لصنوف العذاب لأنه طبعا المسلمين الأوائل تعرضوا للأذية لكن الذين عندهم قبائل كانت تحميهم أما الموالي فقط تعرضوا للأذية ومنهم على سبيل المثال السيدنا بلال أبي رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله أنه أرضاه فتتعرض للأذية وكان يسحب في طرقات مكة وكان يجلد وكان يضع الصخر على صدره حتى أن باب كارين الصديق أشتراه من أجل أن يرفع عنه هذا العذاب أشتراه وأعتقه لله تبارك وتعالى هناك أيضا يعني بعض الجواري أو الإيماء الذين تعرضوا للتعذيب أشتراهم أبو بكرون الصديق صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتل ونزل فيه وهو الذي يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا فكر أبو بكرين في الهجرة نتيجة لأنه منع من ممارسة شعائر الدين حتى استقبله ابن ديظنة فقال له مثلك لا يترك مكة وعاد تحت حمايته وبنى مسجد وكان يقوم فيه الليل ويصلي فيه وكانت صوته جميل بقراءة حتى تأثر بعض قريش بقراءته هناك أحداث كثيرة شارك فيها أمي تكالإحداث مصاحبته للرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته المباركة مر معنا أن التخطيط للهجرة وتوزيع الأدوار على الأشخاص على أنه تم في بيت أبو بكرين الصديق رضي الله عنه أبو بكرين الصديق لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في الهجرة فكر فيه أن يهاجر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر لعل الله تبارك وتعالى أن يجعل لك صاحب والرسول صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اشترى راحلتين وكان يعدهما للسفر لأنه يتوقع في أي لحظة أن يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة في ضاية الخطورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمت عليه قريش بالقتل وأي شخص يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معرض للقتل ومع ذلك خرج معه إلى الغار وله مواقف في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغار فكان يخرج أمامه ويخرج من خلفه وعندما جاء إلى الغار يعني أيضا بدأ يتفحص الغار من أجل أن لا يكون هناك شيء يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج وأثبت الله تبارك وتعالى يعني خروجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني ثنين إذ هما في الغار إذا قولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وخرج أبو بكر وخرج معه عامر بن فهير مولاه وخرج معه عبد الله بن أريق الديلي وتوجه إلى المدينة وصلوا المدينة أما مشاركة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأحداث في الفترة المدنية فهي كثيرة جدا ونذكر منها على سبيل المثال أنه شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزواته وكان قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات فكان مرافق حتى أنه كان يلقب بوزير الرسول صلى الله عليه وسلم وظل أبو بكر الصديق ينفق على الدعوة الإسلامية وطبعا وأكرمه الله تبارك وتعالى بمصاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم له حيث تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه عائشة أبو بكر الصديق في مكة كما ذكرت وشارك في الأحداث يعني في الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وشارك في الإنفاق على الدعوة وعلى الجهاد حتى أن عمر بن خطاب يحكي عن نفسه وقال والله لأسبقن اليوم أبا بكر الصديق عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفقة في تجهيز أزوة تبوك وهو جيش العسرة أو أزوة العسرة كما تلقب أيضا فلما جاء جاء عمر بنصف ماله فلما جاء أبو بكر الصديق بمال عنده كاد لا يستطيع حمله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت يعني ماذا تركت لبيتك ولأبنائك فقال تركت لهم الله ورسولهم لذلك أنه يعني قدم كل ما يملك من المال في هذه الغزوة حتى أن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال والله لا أسابقك أبدا أبو بكر الصديق أعينه الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة حيث أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم للحج وأرسله بعده علي بن أبي طالب ببعض الآيات من سورة التوبة وهو أن لا يقف أو أن لا يحج بعد هذا العام عريان إذن أبو بكر الصديق كما ذكرت والله الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يعني إدارة الحج أو إمارة الحج في السنة التاسعة وعادة وحج أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وفي المرض الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يكون إماما للمسلمين فرضي الله عنه وارضاه وأن ننتقل إلى الفاصل لنكمل حديثنا عن هذه الشخصية أبو بكر الصديق وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة فأنتظرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسيما كثيرا إلى المدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه والد أسماء ووالد عبد الله وأبوه أبو قحافة أسلم في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة و كان مرافق للرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سدوه جميع الأبواب إلى أبا بكرين وعندما إلى باب إلى خوخة أبا بكر الصديق وهو المدخل الصدير في المسجد يعني كان أبو بكر يدخل منه وحتى أن عمر بن الخطة عمر بن العاص سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه فقال أبو بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يجالسه أحد ويلاحظ إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليه يعتقد أنه أحب الناس إليه ولذلك عمر بالعاص لما وجد إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقد أنه أحب الناس إليه فأراد أن يتأكد من هذا الأمر فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه فقال أحب الناس إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو كما ذكرت أحد العشر المبشرين بالجنة والعلماء اتفقوا على أنه أفضل الصحابة على الإطلاق في السنة بداية السنة الحادي عشر من البعثة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجة الوداع وكان عمر رسول صلى الله عليه وسلم إذاك 63 سنة وبعدما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع وكان في يوم شاتي فيه برد وصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بحمى هذه الحمى أثرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام لأنه توفي يوم الأثنين فأمر أبا بكر أن يؤم الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح لا يستطيع القيام فأما أبا بكر أن الصديق الناس وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مواقف هذه المواقف أول موقف لأبي بكر الصديق هو إعلان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا موقف أول موقف ظهرت فيه شخصية أبي بكر الصديق رضي الله أبو بكر طبعا كان يصف بأنه رقيق حليم يعني حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره باستلاة قالت أن أبا بكر رجل أسيف يعني لا يستطيع أن يقف في مكانك ويصلي بالناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنا الصواحبات يوسف يعني أمره أبا بكر فأليصلي بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما مر معنا أن أهل المدينة وصيبوا بدهشة حتى جاء أبو بكر الصديق ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وكان يعني كلام أبو بكر الصديق استطاع بكلامه أن يعيد المسلمين إلى صوابهم إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسوله وقد خلت من قبله الرسول وفإن مات أو قتيلا قلبت ما علاقة بكم إذن هذا الموقف الأول الموقف الأول من مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إظهار الحق وبيان يعني الحقيقة للناس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي فمن كان يعبد محمد فمحمدا قد توفي ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الموقف الثاني لأبي بكر الصديق رضي الله عنه هو سرعة المبادرة وهذه قضية مهمة جدا هناك أحداث يحتاج الإنسان إلى أن يتخفي قرار بسرعة لأن التردد فيها قد يكون كارثي أبو بكر الصديق جاءه الخبر بأن مجموعة من الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يختاروا خليفة من بينهم فسارع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه عمر ومعه أبو عبيدة ومعه بعض الشخصيات ودخلوا عليهم في السقيفة وبدأ أبو بكر الصديق يتحدث وكان أبو بكر الصديق مفوه كان خطيب ومقنع ومؤثر فاستطاع أبو بكر الصديق من خلال كلمات يسيرة أن يقنع الأنصار ويؤثر فيهم يعني الأنصار طبعا كانوا يقولون نحن أولا بالخلافة نحن هذه الأرض أرضنا نحن أكثرية نحن من ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أيضا اتفاقنا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم توفي وبالتالي تعود الأمور إلينا أبو بكر الصديق عندما تحدث ومثل هذه المواقف لا تحتاج إلى الحدة تحتاج إلى الرفق وتحتاج إلى الليون ويحتاج إلى إنسان يكون مؤثر فلما رد عمر أن يتكلم قال له هو أبو بكر أن يسكت فبدأ أبو بكر الصديق يتحدث وأول شيء بدأ أثناء على الأنصار قال أنتم لا يستطيع إنسان أن ينكر فضلكم فأنتم من آوى وأنتم من نصر وأنتم يعني فيذكر فضائلهم فضائلهم لا تعد ولا تحصى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامة الإيمان حب الأنصار فبدأ يتحدث ثم قال يعني أنتم أيضا لكم فضائل ونحن لنا فضائل أيضا نحن أول من أسلم نحن أذينا في الله ضربنا وقتل بعضنا نحن صدرت ممتلكاتنا ونحن أيضا يعني من أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا قبيلة قريش هي القبيلة التي تقبل لها القبائل العربية القيادة لكنها لا تقبل قيادة للأنصار وهذا حق يعني لا يمكن القبائل العربية موجودة في نجد وموجودة في عمان في البحرين في اليمن في بيادية الشام على أطراف الشام لا يمكن لهذه القبائل أن تقبل القيادة لأوسف الخزرش لأنهم تاريخيا لم يكنوا قادة عليهم لكن قريش الجميع مترف لها بالقيادة وبالتالي يعني عندما طرح أبو بكر بن الصديق هذه الفكرة استطاع أن يؤثر وحتى أيضا الحديث الذي يقول بأن الأيمم من قريش وإن كان طبعا من خلدون يقول بأن المراد به العصبية القوة لأن القوة في تلك الفترة كانت في قريش المهم أن أبو بكر بن الصديق رضي الله عنه استطاع أن يقنع يعني الأنصار بفكرته وبدعوته وتمت باعته في سقيفة بني ساعدة وهي البيعة الأولى ثم بعد ذلك تمت باعته في المسجد وهي البيعة العامة ليصبح بذلك أول خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأحده من بعده لم يوصي لي أبي بكر ولم يوصي لي عالي ولم يوصي لي عمر ولم يوصي لي عثمان وإنما ترك للمسلمين يختاروا وإن كانت هناك كما ذكرت بعض الإشارات التي تدلوا على أن أبا بكر بن الصديق ومنها أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب منه شيء فقالت له فوعدها بعد سنة فقالت له إن أتيت ولم أجدك يعني تشير إلى الموت فقال ستجدين أبا بكر ستجدين أبا بكر وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في كتابتي كتاب يعني يعني يوصي فيه كما في بعض الروايات لأبي بكر لكنه لم يفعل المهم أنه لم يوصي تولى أبا بكر بن الصديق الخلافة وخطبته مشهورة التي بيّن فيها سياسته لكن حقيقة واجهت أبا بكر بن الصديق عقبات كبيرة جدا بعد بيعته طبعا كل الذين في المدينة من الصحابة بايعوا أبا بكر بن الصديق لكن كانت هناك قبائل حول يعني المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أرتد معظم القبائل حتى أن بعضهم يقول بأنه لم يبقى على الإسلام إلا أهل الطائف وهم قبيلة ثقيف أو أهل مكة أو أهل المدينة أو قرية جواثة يعني قرية جواثة الآن تبع الأحساة في المملكة العربية السعودية إذن هذه المناطق هي التي بقي أصحابها على الإسلام أما أهل اليمن فقد افتدوا طبعا هذه الردة أخذت نوعين مسلكين هناك المسلك الأول قوم المنع الزكاة بحجة أن الزكاة لا تعطى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم صلي عليهم بمعنى أدعو لهم وإذن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن خلاص إذن هو الذي كان مسؤول عن الزكاة لأنه يأخذ الزكاة ويدعو لمن دفع له الزكاة مجموعة أخرى ادعت النبوة ومن هؤلاء مسيلمة الكذاب وسجاح التغلوبية وكذلك الأسود العنسي في اليمن وكذلك أيضا صاحب التاج في عمان يعني هؤلاء ادعوا النبوة لأنهم وجدوا أن قريش أصبحت لها مكان في القبائل العربية يعني نتيجة لوجود رسول منها فلماذا لا يكون في القبائل الأخرى أنبياء ونسي هؤلاء أن النبوة إنما هي الله يصطفي من الملائكة وسلم ومن الناس أن النبوة اختيار من الله تبارك وتعالى وليس للإنسان فيها دور إذن كما ذكرت ارتدت القبائل هذه القبائل طبعا لم يكن الإسلام يعني استقر فيه لأنها معظمها أسلم في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وممكن أن نقول بأن هذه القبائل نقسمها إلى مجموعات بعض القبائل فعلا أسلمت وكان إسلامها حقيقة واستقرت مثل الذين في الطائف والذين في جواثة بعض القبائل الأخرى أسلمت لأنها طامعة في المال الذي كان يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن بعضهم كان يقول يا قومي أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بعض القبائل الأخرى أسلمت خائفا من قوة الدولة وبطشها وبعض القبائل الأخرى أسلمت ربما تكون مجاملة لأنها رأت كل القبائل أسلمت فأتت معلنة إسلامها فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنت هذه القبائل ردتها فما هو موقف أبو بكر المصديق رضي الله عنه من هذه القبائل وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة جديدة فأنتظرونا وإلى ذلك الوقت وسدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة